أهلا بكم مشاهدين في هذه التقطية الخاصة وكنا نتابع منذ قليل مراسم استقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الإليزي بالعاصمة الفرنسية باريس حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي إمانيوال ماكرون كما التقى الرئيس السيسي قبل قليل بقصر أنفلد الوطني بباريس وزيرة الدفاع الفرنسية فلورينس بارلي واستهل الرئيس السيسي نشاطه في فرنسا بلقاء وزير الخارجية الفرنسي جونيف لودريان وللمزيد ننتقل الآن إلى موفد قناة تن إلى هناك الزميل نشأة أديهي سبع الخير حاتم أهلا بك وبكل المشاهدين من داخل قصر الإليزي كان هناك استقبال حافل بالرئيس عبد الفتاح السيسي ربما استقبال غير مسبوق من الرئيس إمانيويل ماكرون حضور طاغي من وسائل الإعلام العالمية والفرنسية هنا في قصر الإليزي لتغطية وقائع هذه الزيارة التي يصفها الجميع بأنها زيارة مفصلية في توقيت صعب للغاية هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر الإليزي هي الزيارة الثالثة لسيادته الزيارة السابقة كانت في أكتوبر عام 2017 وقبلها في 2015 عندما جاء إلى هنا لمقابلة الرئيس الفرنسي السابق أولند الآن هذه الزيارة يهتم بها الجميع نظرا لأنه ملفات ساخنة ملفات مرتبكة الملف التركي وقضية شرق المتوسط والأطماع التركية في هذه المنطقة خاصة لاحتلال التركي لقبرص والتهديدات التركية للمنطقة خاصة اليونان وقبرص في بحر إيجا وما تشهده المنطقة من تهديدات لتفجير الموقف نظرا لمحاولة تصدير أردوغان المشكلة الداخلية إلى المشكلة الخارجية بتحرشه الدائم بالدول الموجودة فيها الإقليم سيكون الملف الأساسي في هذا اللقاء هو العلاقات المصرية الفرنسية علاقات اثنائية متميزة علاقات تاريخية على المستوى التجاري والمستوى الاقتصادي والمستوى الاستثماري كانت دائما العلاقات المصرية الفرنسية علاقات مميزة نعلم أن الميزان التجاري لصالح فرنسا فيه ما يخص وردات مصرية من فرنسا وصدرات مصرية ربما نصف مليار يورو لكن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 2.5 مليار دولار خلال العام المنصرم 2019 أيضا العلاقات العسكرية بين الجانبين علاقات متصاعدة وللتو كنا نتابع نتائج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزيرة الجيش الفرنسية والحوار الذي يدار حول مكافحة الإرهاب التعاون المشترك المصر الفرنسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية أيضا قراءة استراتيجية للمشاكل الموجودة فيها الإقليم حاتم لتعلم أن ما جرى خلال السنوات القليلة الماضية جعل مصر تقود مرة أخرى لدولة مفصلية في المنطقة منطقة الشرق الأوسط برمتها منطقة شمال إفريقيا أيضا والآن أصبحت مصر دولة فاعلة والرقم الأساسي والصعب في منطقة شرق المتوسط إذن بتنظر فرنسا إلى مصر على أنها مفتاح الشرق بحق وليس من واقع كتب التاريخ مصر الآن أصبحت رقم في شرق المتوسط أصبحت رقم في شمال إفريقيا وهي رقم تاريخي في منطقة الشرق الأوسط قدال فلسطينية أيضا لها نصيب اليوم في المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو القضية الليبية والتطورات الحاصلة خلال الساعات القليلة الماضية وما جرى من اكتشاف تسليح مستمر من تركيا لليبيين في الميليشيات في الغرب وهذه التهديدات بنسف اتفاق ووقف إطلاق النار بين الجانبين كل هذه الملفات سيتم منقشتها والتحدث بشأن كيف يمكن نزع فتيل الأزمات المتصاعدة سواء في ليبيا ربما تحدث عملية عسكرية من هنا أو هناك تنسف وقف إطلاق النار أيضا الملف السوري وكيف يمكن تهديئة الوضع في سوريا كيف يمكن ترضي المحتل التركي من منطقة شمال سوريا كيف يمكن أيضا تسويط الأوضاع في لبنان أعتقد أن هذا اللقاء وهذه المقابلة ستكون هي الأهم خلال الفترة الحالية نظرا لأنه وباء كورونا أيضا بيخيم على الأجواء وهذه المصاعب والمتاعب الاقتصادية التي تجابه كل دول العالم فرنسا أيضا لديها مشاكل داخلية يعني الرئيس السيسي لديه تحديات داخلية في الإرهاب والأزمن الاقتصادية الطاحنة نتيجة كورونا وأيضا هذه الملفات الإقليمية التي تؤثر بشكل وبآخر على الدولة المصرية جاء بها الرئيس السيسي إلى هنا وأيضا رئيس ماكرون لديه الكثير من التحديات والمشاكل هنا في فرنسا الكثير من المظاهرات المتصاعدة تجاه بعض القوانين التي سنتها فرنسا مؤخرا لمحاولة ضبط الدولة والحفاظ على الدولة الوطنية وأذكر الجميع بأن الحفاظ على الدولة الوطنية كان مطلبا مصريا في كل المنتدات الدولية والعالمية الآن فرنسا بتسن تشريع جديد بيجرم التقاط وإذاعة ونشر أي صور لأي رجل من رجال البوليس في فرنسا على وسائل التواصل الاجتماعي ومن يفعل ذلك سيغرم بـ 45 ألف يورو وأيضا سيكون معرضا للسجن سنة كاملة هناك مظاهرات مناهضة لهذا القانون أنا لا أنظر إلى تفاصيل ما يجري من قانون أو مظاهرات ضد القانون إنما أنظر إلى الخوف على الدولة الوطنية في فرنسا تعرضت خلال الشهور القليلة الماضية إلى أزمة سترات صفراء والمظاهرات الحاشدة التي كانت أن تؤدي بالدولة الفرنسية قلعة الحرية إذن هناك نظرة جديدة للحرية على أنها لابد أن تكون حرية مقايدة بقيد حكيمة أيضا هنا أيضا تحديات داخلية في فرنسا نظرا لصعود اليمين المتطرف في القرى الأوروبية ودور فرنسا في الاتحاد الأوروبي خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا فرنسا بتجاب تحديات كيف تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب وصول الديموقراطين إلى الحكم كل هذه الملفات التي يحملها الرئيس ماكرو كل هذه الملفات التي يحملها الرئيس عبدالفتاح السيسي هناك قواصل مشتركة بتجمع الطرفين لابد من تدوير الزوايا لابد من محاولة الوصول إلى قناعات مشتركة في التعامل مع الأزمات المتصاعدة خاصة كما قلت في بداية الحديث حول تركيا حول ليبيا حول القضية الفلسطينية الثابت التاريخي في كل هذه المباحثات مصر بتؤكد مرة أخرى حق الشعب الفلسطيني في قامة دولته المستقلة على حدود 67 عاصمتها الخدس الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسي بيعيد ويذكر الجميع بدرورة الحفاظ على الدولة الوطنية أعتقد لن أكون متجاوزا إذا قلت بأن هذه الزيارة هي أهم زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا والرئيس ماكرون استقبل للرئيس عبدالفتاح السيسي استقبلا حافلا وأستطيع أن أقول أنه استقبال إسطوري وهذا الكم من وسائل الإعلام آلاف وسائل الإعلام بتتابع وهنا مندوبين لمئات وسائل الإعلام بتتابع أيضا صحافة أو مواقع إخبارية أو محطة فضائية الجميع بيتابع وينظر ماذا يمكن أن يسفر عنه هذه اللقاءات وهذه الحوارات سيكون هناك مؤتمر صحفيا بعد قليل سنتابع هذا المؤتمر وأولا بأول معكم لحظة بلحظة على قناة تن شكرا موفد قناة تن نشأت أديهي كنت معنا عبر الهواء مباشرة من قصر الإلئيزي بالعاصمة الفرنسية فاريس وبالطبع سوف نتابع معك كل مستجدات هذه الزيارة الرسمية المهمة كما كنا نتابع مرسم الاستقبال الرسمية لرئيس عبدالفتاح السيسي من الرئيس الفرنسي إيمانيوان مكرون